السلام عليكم اليوم راح اعمل مغلة طريقة سهلة وناجحة مية بالمية يلا خليكم معي حتى فرشيكم النتيجة قبل ما نبدأ شوفوك في طالعين ولا احلى من هاك يلا نبلش انا بياكم بالمقادير عندي كوب راس ناعم مطحون راح استعمل بهدا الكوب اني عندي كبير راح اطل له معلقتين قرفة كبار واذا استعملنا هدا الكوب الصغير بنحط معلقة قرفة كبيرة اللي بس قول كبيرة يعني من اكل فيها راح اطل كوب ونص سكر هلا بنحط المعلقتين الارفة ومعلقت كراويا حطت لهدا المقدار الكبير واذا استعملنا المقدار الصغير معلقة بنحط نص معلقة دا كوبية صغيرة هلا بنخلط هدا الخليط على ناشف اول شيء راح اطل بهدا الكوب كل اللي عيارنا فيه راح اطل نفس الكوب حطيت انا عيارة سبعة كوبية صغيرة جدا راح اطل تقريبا اول شيء شكوبين ونخلط الخليط اول شيء حتى ما يبقى عنا شيء ناشف قبل على بارد اول شيء بس نتأكد بعد ما عنا شيء ناشف هلا بنحط بقية المي الموجودة بعد عنا مجا كمان بنخلطهن منيح هلا بناخدهن على الغاز بنولع النار بنظلنا نحرك فيهم بهالشكل دا حتى يغلوا عفكرة طريقة كتير سهلة وده واحد جاي ضيوف او واحدة مولدة كتير سريعة هالطريقة هلا بدي يسخن عندي شايفين بلاش يتغير عندي الخليط يشتدي شوي شوي هلا بدي عندي يغلق رح يتغير اكيد لك بلش يشتد عندي بس بيدي يغلي. هلأ انا بس اتأكد عنه بيغلي منيح رح اهلأ طفت النار. انا عندي الغاز على كهربا بيضلق لإزازة حامية رح يضلي عالتعطين انضلي يغلي عندي. بس اللي بيستعق عنده غاز مش كهربا بيوطي النار على اخر على نار هادي كتير وبيتركون تقريبا فترة عشر دقائية يغلي كل ما عالتعطيني على النار كل ما بيعطينا نتيجة منيحة. خليكم معي وشوفوا النتيجة. شوفوا كيف بيتغير معي. كل ما خليتوا على النار كل ما بيتغير وبيعطيني نتيجة احسن. 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 اشتركوا في القناة 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 يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة